اعلن سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة حصول مملكة البحرين على عضوية اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة حيث حازت مملكة البحرين على ثقة دول آسيا لتكون ممثلة عن الإقليم في اللجنة الدائمة للاتفاقية للفترة ما بين عام 2024 وحتى نهاية عام 2026 وبهذه المناسبة رفع اسمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة أسماء تتهاني وتبركات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله منويها بأن التوجيهات السليدة والرؤية الاستراتيجية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا والدعم والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله مكن مملكة البحرين من نيل هذا الاستحقاق والذي يعكس تطلعات المملكة ويعزز من مكانتها على الصعيد الدولي وأكد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن ترشيح دول آسيا لصالح مملكة البحرين هو انعكاس لثقتها وإيمانا منها بالدور الريادي لمملكة البحرين مشيرا إلى أن المملكة ستسعى من خلال موقعها إلى المشاركة في بحث الموضوعات الهامة المتعلقة بالمحافظة على أنواع الفطرية المهاجرة وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال وجاء حصول مملكة البحرين على هذا المقعد بعد إجماع دول آسيا على ترشيح مملكة البحرين في الاجتماع الرابع عشر لاتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة تحت شعار الطبيعة لا تعرف حدودا والمنعقد في مدينة سمرقند في أوزباكستان حيث يأتي اختيار مملكة البحرين لهذا المنصب نظير جهودها الملموسة في حماية الأنواع المهاجرة ولما لا تتمتع به من كفاءات أثبتت جدارتها في اجتماع الأطراف من خلال حضورها الفاعل والمؤثر ومساهمتها في التنسيق والتنظيم للبرامج والمبادرات في إقليم آسيا تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأنواع المهاجرة تهدف إلى حماية الأنواع المهاجرة ومسارها والمحافظة على موائلها الطبيعية حيث تعتبر مملكة البحرين موطيا لعدد كبير من الأنواع المهاجرة إذ تضم أكبر مجموعات أبقار البحر الأطمم للعالم وأكبر مستعمرات طيور غراب البحر السقطري كما تعتبر جزر حوار إحدى أهم مناطق تكاثر السقر الغروب وعقاب البحر المهددين بالانقراض على المستوى العالمي إضافة إلى أن المياه الإقليمية تعد من أهم مسارات هجرة السلاحف البحرية وأسماك القرش والدلافين أهم أهم شكرا